بساءة الخير النهاردة 31 مايو عيد الإعلاميين ليه النهاردة عيد الإعلاميين؟ لأنه اليوم ده اللي انطلقت فيه عبارة هنا القاهرة العبارة اللي قالها الإعلامي والكاتب أحمد سالم لأول مرة فيه مايكروفون الإزعاء من 89 سنة بالتحديد سنة 1934 الإزعاء المصرية اللي أثرت في وجدان الناس اللي أثرت في وجدان كل المصريين الإزعاء اللي كانت ولا زالت صوت مصر النابد الإزعاء المصرية هذا التاريخ الطويل المدرسة الإعلامية العريقة مش في مصر بس لا في الوطن العربي كله الصوات لعمالقة كبار لسه موجودة وعالقة في أزهاننا الصوات البرامج الإزعية التترات أغاني مقدمات البرامج اللي بتفكرنا بأجمل أيام حياتنا الإزعاء أسرع وسيلة لإنعاش الزاكرة واستدعاء الماضي مش بس الماضي لأن الأيام بتمر بسرعة ومنفضل فاكرين إن الإزعاء كانت دائما هي الشباك اللي بصنا منه على العالم كله اللي عرفنا منه كل حاجة أساسية في حياتنا اللي زرعت جوانا قيم ومبادئ جميلة الساعة تمانية لخمسة بصوت فؤاد المهندس في برنامج كلمتين وبس اللي كان بيكتبه الكاتب الكبير أحمد بهجت الساعة تسعة وربع برنامج إلى رباط البيوت اللي عايش معنا بقاله أكتر من سبعين سنة واللي كانت بتقدمه الإعلامية الكبيرة جدا صافية المهندس المؤشر يفضل يتحرك ما بين البرنامج العام لإزعاءة الشرق الأوسط للقرآن الكريم ونعدي على إزعاءة الشباب والرياضة فاكرين مقدمة تغمى بعينيك ومشي بخفة ودلع الدنيا هي الشابة وانت الجدع كلام صلاح جهين اللي كانت بتقوله الناس جهر بصوتها ولا مقدمة برنامج طريق السلامة اللي حفزناها بصوت نجاح سلام هي تاريخ كبير جمل إزعية عظيمة ومنحوطة نحت في ذاكرتنا بس هي بدأت بجملة هي الأجمل هنا القاهرة اللي قالها الإزاعي الكبير أحمد سالم مع أول بس رسمي للإذاعة المصرية اللي عيدها النهاردة 89 سنة والناس فكرة لأحمد سالم النصوت وهو اللي فتح الطريق قدام تاريخ طويل للإذاعة المصرية رحلة خلود بجد شكلت وجدان أجيال بالكامل من عشرينات القرن اللي فات حتى من وقت ما كانت الإذاعة أيم عليها مجرد هو لأن الإذاعة ما بدأتش سنة 1934 الإذاعة المصرية الرسمية بدأت سنة 1934 ولكن قبل سنة 1934 بدأت الإذاعة بعدد من الهواء قبل ما تاخد الشكل المؤسسي الرسمي وتبقى هي النافذة الواسعة على العالم اللي حوالينا جوى مصر وبرى مصر عالم الفنون عالم الثقافة السياسة يوه تفتكروا كده مشاهد لمة المصريين حوالين الراديو اللي بنشوفها في المسلسلات القديمة دي مشاهد درامية إن المخرج عاوز كده لا هو ده فعلا كان المشهد الصوت السحر اللي بيجمع المصريين حواليه عشان يسمعوا أخبارهم بيانات الثورة صوت الست المكلسوم أغاني العندليب خطابات النصر أخبار العالم الإذاعة ليها الحقيقة فحياة المصريين رصيد كبير جدا وعشان كده النهار ده مش بس عيد الإذاعة ده عيد كل الإعلاميين وعيد الإعلاميين هو وعيد تأسيس الوسيلة الإعلامية الأم وأنا قدر أقول لكم كويس قوي يعني إيه مايكروفون إذاعة لأني عارفاة لأني مجرباة تجربة فيها سحر أنت بتخطب الناس بصوتك بس لو صوتك وصل لهم خلاص أنت كده عديت مفيش في الراديو صورة بتظهر يعني أنت بتتكلم مفيش معك صورة فأنت لازم تبقى قادر تشرح للناس بالكلام بس كل اللي أنت عايز تقوله صوتك هو خيالهم مفيش انفعالات بتظهر ولا حركة إيدين زي ما بعمل كده ولا ملامح وشك لأ نبرت صوتك هي المفتاح هي اللي تقدر من خلالها تأكد مصداقية الخبر الحد النهار ده بعد مرور 89 سنة لسه الإزاع هي مدرسة الإعلام الأولى يظهر التلفزيون يقولوا خلاص الإزاع رحت عليها لأ مفيش كلام من ده الراديو بيفضل هو الصوت الأول اللي بياصل لك في أي مكان زي الراديو ترانزيستور كده أول ما تم اختراعه كان حلل كل المشاكل طول ما انت ماشي في أي حتة هو معاكل مصاحبك في كل مكان تطلع الفضائيات بعدها نفتكر خلاص أكيد بقى المرازي بقى الراديو هتروح عليه لأ تلاقي ملوك الإزاع بيطوروا من نفسهم ويفضلوا برضو قاعدين على العرش يختروا الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تلاقي الناس بتدور على ترددات الراديو عليه وبتعمل تطبيقات تخلي برامج الإزاع كلها في كف إيدك سحر فعلا سحر والله مملكة عظيمة ملوكها وملكاتها بقى أمل فهمي إناس جهر فهمي عمر حمدي الكنيسي أحمد سعيد طبعا قبل فضيلة جلال معود هجر سعد الدين شحة العربي وغيرهم أنا خايفة أنسة حد من الأسامية العظيمة دي مش عايز أخفل كمان دور كل اللي شغالين في الإزاعات دلوقتي وبيسابق الزمن عشان يحفظوا على القمة كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل الإعلاميين طيبين في كل مكان النهاردة يومنا يوم العيد بتاعنا ونتمنى أن احنا نكون يعني قادرين نعمل دورنا ونتمنى للإعلام المصري بكل أشكاله وكل الوصائف بتاعته أنه دايما يكون في القمة وفي المواجهة عشان مصر دايما تفضل بخير مصر جديدة أحلا بيكم ترجمة نانسي قنقر